تسري التكاهنات منذ أشهر بشأن من سيختاره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نائبا له فقد أكد الرئيس أنه اختار الشخص في عقله وحده ولم يصرح باسمه لأحد خاصة وأن دونالد ترامب يعرف بالقرارات المفاجئة حتى لمستشاريه أحيانا وهو ما يجعل من الصعب معرفة الشخصية التي وقع عليها الاختيار من بين ثمانية متنافسين على الأقل نصفهم من أعضاء مجلس الشيوخ حسب ما كشف عنه مطلعون على الأمر وفي إطار سعيه لعودته مجددا إلى البيت الأبيض دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الإنجليين إلى التصويت بأعداد كبيرة في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل محذرا من محاصرة حقوقهم فيما حث ترامب أيضا المدافعين عن الحق في حمل الأسلحة النارية في البلاد على التصويت له بكثافة تأتي جهود ترامب الرامية إلى حشد الناخبين قبل مواجهة منافسه الديمقراطي الرئيس الحالي جو بايدن في مواجهة تلفزيونية الخميس القادم وقبل أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية لكن ترشح ترامب لن يصبح رسميا قبل انعقاد مؤتمر الحزب الجمهوري بولاية ويسكونسون في يوليو المقبل ومن المقرر أن يختار الديمقراطيون مرشحهم رسميا في شيكاغو في أغسطس المقبل ورغم ذلك من المتوقع أن يواجه بايدن سلفه ترامب في انتخابات الخامس من نوفمبر المقبل في تكرار للمنافسة الرئاسية التي جرت عام 2020 وسيخوض بايدن الانتخابات مع نائبة الرئيس الحالية كاميلا هاريس التي تواجه مثله بحسب استطلاعات الرأي تراجعا في مستويات التأييد لها اشتركوا في القناة